التساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع نظيره اليونانية نيكوس دين دياس الذي يقوم بزيارة القاهرة وسيتناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كما سيبحث الوزيران القضايا الإقليمية والدولية مع حل الاهتمام المشترك تنطلق اليوم فعاليات معرض تراثنا 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 104 من العارضين من ذوي الهمم ويأتي المعرض في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبنها الرئيس السيسي من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنسكي أن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا بالقرب من بلدة بخموت الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية وأضاف زلنسكي أن جيش بلاده يحتفظ بمواقعه في دونباز وخاصة في اتجاه بخموت وجدد مطالبته للحلفاء الغربيين بتوفير كميات أكبر من الأنظمة المضادة للطائرات أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه البحر وبذلك ترتفع حصيلة الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأسبوعين الأخيرين إلى ثمانية صواريخ وأشرت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي إلى أن الصاروخين الجديدين أطلق من جنوب شرق كوريا الشمالية دون إعطاء مزيد من التفاصيل هذا وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونيهاب نقلا عن القيادة العسكرية المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي مستعد للتحرك فورا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة قالت السلطات في ولاية تيشي بياسة بجنوب المكسيك إنما لا يقل عن 57 طالبا أصيبوا بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية بالولاية وتعتبر حالة التسمم هي ثالثة في مدارس الولاية على المدى الأسبوعين الماضيين ولما تذكر السلطات أسباب الحادث بعد لما أشارت وسائل أعلام محلية إلى أن بعض الأباء يعتقدون أن الطلاب تعرضوا لمياه أو طعام ملوث قال المركز الوطني الأمريكي للأعصير إن العصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى أعصار مساء السبت عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوة على البحر الكاريبي محملة برياح تبلغ سرعتها 120 كيلو مترا في الساعة وأضف المركز أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك وقال المركز أن العصفة تقع على بعد 15 كيلو مترا من جزيرة سان أندريس ونحو 225 كيلو مترا من ساحل نيكاراجوة حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق أعلنت السلطات اليونانية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز منطقة خليج كورنيث وسط البلاد في ساعتين مبكرة من صباح اليوم وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا وقع على عمق 5 كيلو مترات تحت السطح وذلك في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بلوبنيز الواقعة على بعد 16 كيلو مترا من بلدة إيتيا وأشعر السكان بزلزال في أماكن بعيدة مثل العاصمة والتي تبعد نحو 115 كيلو مترا ورياضيا تغلب ريال مدريد على مضيفه ختافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من الدور الإسبانية وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي إديير ميليساو في الدقيقة الثالثة من المباراة وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الثانية والعشرين في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن برشلون الوصيف الذي خاض مباراة أقل بينما تجمد رصيد خفاتي ختافي عند سبع نقاط في المركز السادس عشر نهاية مجزء التساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل